السلام عليكم إخواني أخواتي مرحبا بكم في فيديو جديد عدنا لكم بجديد البوكو البوكو اكستري برو بالفعل هذا الهاتف الوحش الجديد هاتف بمعالج فلاكشيب سناب دراجون 860 دعونا نكتشف ماذا يوجد في العلبة وهل هو بالفعل الوحش الألعاب في الفئة المتوسطة لأن مستحيل هاتف أن يأتي في فئة متوسطة بهذا المعالج لا أظن أبدا إذا دعونا نكتشف ماذا لدينا هنا في محتويات العلبة الهاتف جاءنا هنا بنسخة 6128 وتوجد أيضا نسخة 8256 إذا هنا في العلبة الصغيرة لدينا الكوفر نعم ودليل استعمال كما تلاحظون هنا إذا من خلال الكوفر نكتشف أن تصميم البوكو اكستري برو قريب للبوكو اكستري نفسي إذا هاتفنا هو كما ترون بالفعل بوكو هنا ليس هناك أي جديد من ناحية تصميم سنفتحه من بعد كما ترون معالج قوي فلاكشيب سناب درانقون 860 بتكنولوجيا 7 نانومتر وشاشة EPS LCD بتردد 120 هرتز وبجودة FHD Plus ولدينا بطارية ضخمة 5160 ميلي أمبير مع دعمها للشاحن السريع 33 واط كما تلاحظون هنا نعم الشاحن السريع 33 نوعات وأكيد كابل USB type C إذا نكتشف هنا تصميم الهاتف كما قلت لكم بالفعل ليس هناك أي جديد من ناحية الهاتف من ناحية تصميم نفس الشكل بوكو اكستري NFC لدينا هنا زر تشغل مدمجة معه زر البصمة أزرار التحكم في الصوت في الأعلى لدينا منفذ مستشعر لتحكم في الأجهزة الإلكترونية وميكروفون لعزل الضوضاء في الأسفل لدينا سماعات وهو بالمناسبة فهو يدعم أيضا سماعات ستيريو منفذ type C ومنفذ سماعات 3.5 مليمتر ودرج شريحتي الاتصال سنرى هنا كم يدعم سنقوم بفتح الاكتشاف كم يدعم من شريحتي الاتصال وهل يدعم أيضا ذاكرة خارجية في نفس الوقت إذا هنا كما تلاحظون نعم ولكن ليس في منفذ منفصل يعني لما نريد أن نضع ذاكرة خارجية لازم نستغني عن إحدى شريحتي الاتصال خامة تصنيع الهاتف فهو من البلاستيك والإطار من الألمنيوم كما قلت ليس هناك أي جديد من ناحية التصميم الشاشة كما قلت فهي من ناحية والإي بي اس ال سي دي وأيضا هنا لدينا السيلفي على شكل تخب إذا هذا هو هاتفنا سنكتشفه من بعد يعني مواصفات وعيوب بالنسبة لثمن الهاتف فلدينا نسخة 628 درهم ما يقارب 300 دولار ونسخة 8256 بمبلغ 3600 درهم ما يقارب 360 دولار إذا انتظرونا في المراجعة بعد تجربة